يا أبا الحسن يا موسى بن جافر أيها الكاظم يا ابن رسول الله غريب المطامير والسجون الإمام المبتلى المبعد عن أهله الذي غيه في طامورة السن أخيرا في تلك الطامورة التي لا يعرف فيها لا ليل ولا نهار ولا متنفس للحواء وأهله وعشيرته وشيعته ينتظرون فرجه ولكن طالما اكثروا في السجون هذا غريب يا إخوان وطبعا هو باب الحوائج حتى أهل السنة وكثير من الحنابل والشوافع ممن كتبوا يقول بعضهم والله ما أصابتني مهمة أو ملمة ولجأت إلى باب الحوائج موسى بن جعفر إلا وقضيت حاجتي كيف ونحن شيعتهم ونحن نعتبره إمام من أئمتنا المفترطاعتهم ونحن نتوسل إلى الله بهذا الإمام الغريب المظلوم ولي ما شعف الدنيا ولا ساعة هنية والله هنية بسج مظلم جرح اسمهم المنية هو ينذبكم إخواني مثل ما الحسين يقول شيعة ماء شربتم عذب ماء فاذكروني والحسين يقول ابكوني وكذا رسول الله يأمرنا بالبكاء عليه وأهل الماء هو الإمام الكاظم يقول كذلك نحو علم صابي الشيعة والذبوني من وطن جد بلاي يا جريم شر ذوني عن عزوتي وأهلي حساب فباقدوا إيه ما ظنتي أرجع ورد الأرض المدينة الله الله تخيل إمامك الكاظم هو القارئ لك جاروا علي وكم سجين بها دخلوا إيه بقيد وسلاسل بالسجين ينغم قيدوني وبطعمورة السنية بل رحمة غيبة وظلت يا واني شيعة تبجي وحزينة يا مولاي يا باب الحوائج صف لنا هذه الطعمورة كثير ما سمعنا عنها لكن إنت إنت نريدك توصف لنا الطعمورة ما ينعرف بيها صبوح لا ليل لنهار ولا منفس للهواية وما توصل ليخضخ أمضيق علي بالحزين أمضيق علي بالسجين من قوم الأشرار ومن دون كل الخبو جرم مجترين تعرفون هالطعمورة لازم أقرأ شوية وأسألك الدعاء ونكمل الدعاء تعرفون هالطعمورة يقال عنها أربعين درجا تحت الأرض الامام لا يعرف فيها الليل من النهار يسجد سجد بعد صلاة الصبح إلى الظهر وبعد صلاة الظهر إلى العصر وهكذا حياته فقط يصلي على أصوات السجانين يقال ذات يوم أحد أقربائه أراد أن يصل إليه عن طريق الواسطة قال للجنب على أنا ما أنزل وياك أنت أنزل لحالك لوحدك يقول صرت أنزل درج بعد درج بعد درج معقول إمامي وسيدي موجود في هذا المكان يقول إلى أن وصلت إلى مكان مظلم مخيف فقلت يا سبحان الله معقول إنسان يعيش في هذا المكان يقول بينما أنا حائر ما أصنع وين أروح لا أرى شيء وإذا أسمع خشخشة السلاسل والحديد يعني الإمام جالس شعر به قام يقول ما شعرت إلا وواحد يضمني إلى صدره وإذا هو الإمام موسى بن جعفر قال يا ابن العم أنا إمامك أنا ابن عمك وإذا الرجل يقول سيدي أنت هنا مضيق عليك قال لا عليك لكن اخبرني عن أولادي عن ابني الرضا عن ابنتي المعصومة عن أولادي عشيرتي شيعتي اسمعوا سؤاله شي يقول يقول أشحال يقول أشحال يشحال الحريب الجيت منه أشحال إلا أنا ما بقل حريب شرده وأولاده عروض الرشيد شفعل بالإمام وأولاده أشحال 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 زينب برقية بنتا مدللة الإمام الكاظم يقول عندي بنت اسمها فاطمة أي ما تنام إلا على صوتي هل وصل لك خبر عنها قال بلا مولاي لكن أخاف أن أدع لك الخبر قال له لا يخفى علي شيء تعرف البنت إذا أرادت أن تنام أبوها دائما معها وعدها أبو مثل الكاظم أبو الرحمة تنام على صوته على تلاوته وإذا هي فاقد أبوها كم سنة من سجن إلى سجن يقول له أسمع عن بنتك فاطمة لا تنام الليل تنتظر مجيئك يا مولاي أبو يا أبو يا مهن اللي قضيت العمر وياك والله وياك عزيز ويصعب علي اليوم فارقاك يا نور العين يا الجنة دايم أبطروك أسأل للروح وأنت أقبال عيني هس شلون وأنت رحت عني وأشوف اليوم راح الأب مني والله عساني ميت من زخور إيحي الكلمات كل أهل البيت يقرأوها زينب قرأتها سكينة قرأتها تنتظر أبوها متى يجيه لكن الخبر سك مسامعها الناس ينتظرون خروج الإمام على جسر بغداد يوم الجمعة وإذا الباب متح خرج أربع من السجانين يحملون جنازة جسد نحيف يقول الراوي إيش ويتحملوا النقائق بارك الله فيكم ومن خلفهم رجل خامس أربع عادة يحمل الجنازة الخامس ما شك يسوي يحمل السلاسل والحليد التي كانت في رجل واذل الله وبصيبة وضعوا على الجسر صار ينادي بالنداء المفجعة تزلزل له العرش ألا من أراد أن يتفرج على إمام الراوي هذا موسى بن جعفر قد مات حد فأنفه وإذا الناس طلعوا ينظرون فرحانين كل واحد يقول له واحد أيامك عليك مبارك أيامك سعيدة وإذا هذا يقول جنازة موسى بن جعفر اشتاير اجعل ابن سويب كشف الغطاء عن وجه إمامكم وإذا الإمام يابس عروقه غائر عيناه مصفر اللون رحم الله من نادى وإمامه والله يا خلاق اكشفت جنازة بالحديد مقيدة على حمامي الاربع وتبجل حالة العداء حول اسليمان الصارخ من سمع ذاك الندى قال اخبروني بالعجل ما قبي رحم الفضاء قال اولي على القسر صابين كلهم ينظرون عندهم جنازة حجازي مددوا ويتفرجون قال جيبوا غض عجلية راية تهدم الكون هذا من بيت النبوة والبيد غمحت من حكم القضاء جهنزة وشيخ العشيرة قال الثماء وبرده بعشرين ليب جسم بن جعفر كفنه صاح لمحشم يشيعة امامكم قموا احملوا وفزت الشيعة يا ولي اعلى السرير معرض وان راح قلبك الرياحين تترامى على جسده وكذلك النساء ترمي بالرياحين والورود على الجسد شيعوك اليوم الذي مات فيه رسول الله وعن غريب الغاب ري وان غابت شي ليش ما حضره وقويل ما تدوس الأعادي وسمعه زينب تنحي من يشيل جنازته يا أبا الحسني يا موسى بن جفار أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجات حاجاتنا بارك الله بك يا وجيه يا حجة الله على خلقك 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 يا حجة الله على خلقك